السلام عليكم و اتمنىكم بخير و على خير و بكامل الصحة و العافية بعد النجاح فيديو ديال الزبدة اوخه لي فنازلين بزاف ولكن كانت شجيهات في الكومنتر باللي كي اللي عجبهم و كي اللي عجباتهم الزبدة و كي الانتقادات اللي ما عجباتهم و لكن كان نقول لكم غير جربوها لماذا لما جربتها غير جربها اليوم جبت لكم جبنت الدهن ولكن جبنت الدهن بكمية كثيرة و راها رخيصة فعلا فغادي ندوزوا المقادر بطريقة التحضير غادي ناخد واحدة طنجرة و غندير فيها يطرو ديال الحليب إلا بغيتوا تديروا نصف كيمية ديروها اه انا حيط نصف كيمية ما كتتدي لي اوالو اذا كشي علاج كندير يطرو غادي نديروا فوق البوطة حتي غلى و انتلاقوا هنا من بعد ما الحليب فاضليه و غلى غادي نضيف لي معلقة كبيرة ديال الخل غادي نحلكوا واحد تحريكة غير خفيفة و غادي نخلي واحد خمسة دقايق حتى الثمانية ديال دقايق عاد تي يكل الليه هلا من بعد ما دازت عشرات ديال دقايق الحليب ببرد و كل الليه ده بغادي نصف فيه في واحد صفايا غادي نخليه كيتصفى على خاطره حتى وكان يتصفى لي انا محاجتيش فيه يتصفى قاع حتى يجمد و يقصح ولكن الليه يبقى شوي يرطب هنا كيف كتشوفوا من بعد ما تصفى هديك المهديالو غادي نخليها لانني غادي نبغيها ما ترميوهاش تنسالي غادي ناخد هاداك الجبن اللي تصفى و غادي نديرو في واحد الزلافة ولكن تما البنات من اللول ديروه في شي كاس يكون غارق باش يتخدم لكم بالبلندر مزيان هنا غادي ناخد هاد البلندر او الليه بغا ميكسور ديالنا ممكن تما ديروه في الخلاط الكهربائي غير هو الكمية قليلة ما غاديش يتطحلكم مزيان من الاحسن هاد الليه بغا كان بقا كان نخلط مزيان مزيان من بعد غادي نضيف لي ثلاثة قطع ديال الجبن متلات و شوفوا الجبن اللي درتوه و اللي غادي اعطاكو من نكه ديالو في الاخر و اللي غا تبنوه فهنا ضفت معلقة ديال داك الماء اللي قلت لكم را ما زال غا نبغيوه و غادي نخلط دابا مزيان 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 حتى تولي لينا الجبنة رطبة بزاف و ملسة و لامعة ما كيبقوش في هادو كل الحبيبات ديال الجبن و اللي ديال الفرماج اللي زدنا هنا اضفت قبيصة ديال الملح و غادي نبقى دابا كان نخلط مزيان نطحن مزيان و را غا يبال لكم كيف كان و كيف غادي يولي فالتكستور ديالو غا يولي لامع بزاف و غا يولي رطب هنا كيف كتشوفو حتى الهنا راه هادته وجبن ممكن غيره كا تحتفظو به لكن اللي بغينا يكون كمية كبيرة و اقتصادي اكتر غادي نضيف ليه انا و ما تقولوش لي يلا عو تاني هلا غا تديري الزيت هلا را الزيت را كاس ديال الزيت ماشي غا نديرو خمسة يطرو ديال الزيت البنات كيف قلت لكم تال هنا رسالات هاد المرحلة ممكن تحتفظو بيه لكن لكن انا غادي نعود نضيف ليه كاس ديال اللي بنود نيدو او ما يعادي الصشية صغيرة كاس ديال الزيت و الكاس اللي تعبري به نيدو هو اللي تعبري به الزيت و قطعة ديال الجبن متلت و احد اخرى هي و اللي نفي ربعة صافي ده بغا ديال نبقى نخفق مزيان 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 و را غادي بداي عقاد ليه الجبن ديالي ولا الفرماج و صدقوني لبنات اقسم بالله كتقولوا لي انا تقشت قسمي بالله ولكن انا كنقسم بالله على يقيني مشيع اللي كدوب راه جاب بنت الفرماج و انا هنا درت الجبن ديال لا هولنديز جاتني ماداق لا هولنديز ماشي اشهار ممكن ديروا لفاشكيري ممكن ديروا اللي بغيتو اي جبن درتوه هو اللي غادي تحصلوا على النكا دياله هنا بقيت كانت حن جاني عاقد ضفت جوج معي القات كبار عوتاني ديال هادا كل ما اللي صفيت ديال الحليب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هناك كيف ينظرون أني قلبت الفرماج او اللي جبن ديالنا في واحد الكاس ماشه كيت تحليه مزيان مزيان اشتركوا في القناة او لامع و الملمس ناعم و لا يبقى فيه تكتولات الجبن و انا متأكدة غادي يجيو انتقادات يا سلام من قوش ليكم لاش الجبن او سيرو تلعبو او ولكن هادو تجاري بجربناهم ولكن انا هاد الفرماج الى دخلتو القناتي من دبا خمس سنين و سسنين غتلقوني منزله جبن متلاتات قيطع غتلقوه منزل بنفس الطريقة غير زيدة شي حاجة و ناقص شي حاجة هنا من بعد ما كملت دخلت العلبة اللي غادي نديرو فيها و خويتو فيها ممكن تديرو انتم في شو علبة دائرية اللي ملبسة بورقة بسلوفان و تدخلو التلاجة و تقطعوه على شكل متلاتات انا را ديجا كين فيديو مقطع متلاتات انا بغيتو غيره كي يبقى بحل جبنة بوك اللي كتكون ديال الطاعتين ديال الدهن جا رائع بزاف بزاف مهما عليكم الا توجدوه لوليداتكم و را كي يعطي كمية كثيرة را تبارك الله تقريبا شكلو الله روبل اللي اعطاني سافي دابا غادي دخلو التلاجة و تستخدموه هنا انا بقي مدخلتوش للتلاجة و بغيت غير ندهن ليكم لانا حتى بحلوك راهزوين وساهل في الطاعتين فانتمنى فيديو اليوم يروقكم و هنا الرضا ديالكم و تجربوه عاد حكموه جربو عاد حكمو جربو عاد حكمو ديك الساعة مرحبا بالانتقادات ديالكم سواء البناء او اللي بغيتو يلا اطلقوا فيديو جديد بحول الله ترجمة نانسي قنقر